فيلمنا النهاردة هو فيلم دراما سوالو فيلمنا بيبدأ بستة جميلة كده شعرها أشقر وسكنة في فيلا شكلها جميل جدا وبين عليها الطرف وبالليل بيكون فيه اجتماع للأسرة بسبب ان فيه مدير جديد للشركة تاني يوم الست دي بتجهز الأكل وتحطه في الطبق بشكل جميل كده ولا كأنه رسمة بتقعب بقى بالليل مع جوزها يتعشوا وبتتكلم معاه عن أنواع الظهور اللي هي بتحبها وبيكون هو مشغول مع تليفونه بسبب ظروف شغله وده بيخليها مدائقة جدا وده لأنها حاسة بالتهميش وإن ما لهاش أي همية عند جوزها لكن هي ساعتها ما بتقولوش الموضوع ده تاني يوم بتقعد في الحمام وبيكون معها جهاز كشف الحمل وبتطلع حمل فعلا الموضوع ده بيساعد جوزها جدا لكن ما بيكونش ده ظاهر عليها بالليل بيقعد معاه لجوزها ريتشي وده علشان يحتفلوا بحمل مرات ابنهم وقات حدثهم بتبص المكعبات التلجي اللي قدامها وتبدأ تمدي اديها وتاخد مكعب منهم وساعتها بتحطوه في بقها وبتكلوه ده ساعتها بقى بيخلي كل الموجودين يستغربوا جدا لأن الموضوع ده مكانش قلطف حاجة تاني يوم بيجي لها هدية من حماتها يساعدها على الاعتماد على نفسها في الحمل وبتقرب من صندوق صغير في بعض من الكرات الزجاجية كده وبتبص فيها جامد وبيكون شكلها حلو فعلا لكن الغريب في الامر انها بتقربها من بقها وتبلعها الموضوع مقزز فعلا وبالليل بتقعد مع ريتشي لحظة سعيدة كده بين زوجين وتاني يوم الصبح بتكون بوزة ربطة العنق بتاعت ريتشي وده بيخليه متضايق شوية وبتكون بقى هي في الحمام وبتنزل الكرة الزجاجية اللي كانتها من شوية وبتغسلها وترجعها مكانها تاني تقعد بقى تتفرج على برامج بتتكلم عن الحمل والولادة زي اي ام جديدة وبيجي لها اتصال تليفوني من حماتها وبتكون عايزها تزورها وبتتكلم معها عن حياتها قبل ما تتجاوز ريتشي وبتكون شغالة في محل بيع عدوات نظافة وبتكون حماتها ستة لقيمة كده وبتحاول انها تحرجها باي شكل من الاشكال ولما بترجع بتكون بتنظف البيت ووقت التنظيف بتلاقي دبوس مكتب جوه المكنسة بتحطه بقى على المطبخ وبتعطى بص عليه كده ومرة واحدة هوب تروح مسكوبة لعيا وبتكون متوترة جدا من اللي بتعمله ده قبل ما يدخل معدتها بتفه تاني لكن بيكون الدبوس ده سن مدبب وبيجرح بقىها بشكل سيء هانتر بقى بترجع وترجع مرة تانية علشان توعد على كرسي الانتري وتفكر في اللي هي بتعمله ده وبتبص للدبوس بشكل غريب لكنها بتقوم بسرعة من مكانها وترجع تمسك الدبوس تاني والمرة دي بقى بتبلعه لكنها بتتقلم جدا من بلع الدبوس وده لانه بيقطع حرفيا في احشاءها الداخلية ويقعد يلعبه في حمام السباحة لكن هانتر بتتعب وتقعد ترجع دم في الوقت ده ريتشي بيخبط عليها لكنها بتخرج من الحمام بسرعة بعد ما بتخفي اي اثر للدم ده بتحط هانتر الدبوس المعدني جنب الكرة الزجاجية وتقعد تبص ليهم وبيكون في بوعد دم على هدمها فبترح تخسلها بسرعة وفي الوقت ده بيدخل صديق ريتشي عليها ويطلب منها حضن هانتر هنا بتستغرب جدا من الطلب ده وبتقول له انها زوجة صديقه لكن في الاخر بتقبل وبتحضنه حضنه اخه وكده ويسيبها ويمشي وتاني يوم بتكون عايزة تبلع حاجة الرموت بتكون هانتر حياتها متقسمة بين الرسم والقراية والاكل اي اكل ما عندهاش في مشكلة بتروح هانتر تتابع مع الدكتور بتاعها علشان تطمن على الحمل والدكتور بيلاقي حاجة غريبة جنب الجنين ولما بيقرب منه بيوجعها جدا بيضطر بقى هنا الدكتور ان هو يدخلها تعمل عملية وبيستخرج حاجات معدنية كتير كده من بطنها ولما بتخرج من المستشفى بيكون ريتشي غضب جدا وبيقولها ايه الجنون ده ازاي تعمل حاجة زي كده وهي بتبرر انها كانت عايزة تعمل كده فعملت كده هنا بقى بيتعصب عليها ريتشارد ويقولها انت لازم تبطل الموضوع اللي انت بتعمليه ده لكن ايه بتقوله انها مفيش حاجة تقدر تعملها علشان بقى يوديها عند دكتور نفسي يحاول يحللها المشكلة دي وبتطلب الدكتورة من الحضور ان هما يخرجوا وتقعد مع هانتر لوحدها بتتكلم بقى معاها عن حياتها القديمة واهلها وهانتر بتكون شايفة ان الموضوع ده تضيع وقت مش اكتر بتقولها هانتر انها بتحب الدول حاجات الغريبة دي في بقها وكمان بتستمتع بنزولها في البطن بتحاول بقى حماة هانتر انها تساعدها وتصحح الخطأ اللي بيعمله عقل هانتر ده هنا بقى بيدخل ريتشارد عليهم وبياخد هانتر علشان تقابل شخص ما وبيكون اسمه لوئي وهو بيكون شغال مع المسنين ووظفته ان هو يرقبها في كل حاجة بتعملها بتكون هانتر مش حبة لوئي في اول موضوع ما بتخلهش يساعدها في كل حاجة وبتتكلم هانتر معاه وبتعرف ان هو من سوريا ويسابها بسبب الحرب وكل مكان هانتر بتروحه ولوئي بيبقى معاها حتى كمان وهي دخل الحمام بيفتشها قبل ما تدخل وده علشان يتأكد انها مش شايلة اي حاجة قبل الاكل معاها لكن لما بتخش الحمام بتبقى مخبية كيس في مجموعة من المعادن وبتبدأ بساعاتها تكلها من غير محد يشوفها بتتكلم بقى مع الدكتورة نفسية انها بلعب بطارية وحاجات كتير وخافة ان البطارية دي تطلع على الاحماض اللي فيها وتأذيها وبيكون النهاردة هو عيد ميلاد ريتشي جوازها وبيعملوا حفلة كبيرة وبيتعزم فيها عدد كبير من اصدقاهم بيكون صديق ريتشي الغريب ده بيطلب من واحد تاني عناق لانه وحيد وتاني يوم بعد الحفلة بتقعد هانتر لوحدها وتقرأ كتب وبيشوفها لقايلة ومحتاجة حاجة وساعتها بيسابها ويمشي بتروح بقى هانتر للدكتورة تاني وتبدأ تستريح معها في الكلام وبتحكي لها حاجات كتير عن حياتها والماضي بتاعها بتكون بقى حياة هانتر في الماضي سيئة جدا وعمها عانت كتير في شبابها ووقت ما هانتر بتزرع الزهور اللي بتحبها بتبص للطربة وبيكون نفسها انها تكل منها لكنها بتقوم الرغبة دي وبتكون الدكتورة بتكلم ريتشي وبتعترف له بماضي هانتر وان والدها اختصى بمها وبتكون هانتر في الوقت ده بتتجسس على المكالمة وده بيتعبها جدا وبتعط تعيط لكن ريتشي ما بيعترفش لها ان هو عرف وبينزله معاه شانطة وبيقولها ان هو يشتري لها هدية النهاردة ويسيبها ويمشي بتكون بطن هانتر بتوجعها جدا وبتعبها تتقلم وعايزة تكل اي حاجة غريبة لدرجة انها بتوع على الارض وهنا اللي اي بيدخل عليها وبيلاقيها تحت السرير وبيطلب منها انها تخرج من المكان ده لان ده هيغضب ريتشارد جدا ولما بترفض بينزل هو ويطبطب عليها ويعرف انها بامان بالليل بقى بتدور هانتر على اي حاجة تكلها وبتلاقي شيء معداني طويل جدا وبتقع على الارض وهي بتتقلم وهنا بيكون له اي صحي وبيجري عليها وبيلاقها ساعتها على الارض وبيخدها للمستشفى بسرعة وده علشان يطلعوا الشيء ده منها بتكون بقى بلعت مفك ولما بتخرج من المستشفى بيكونوا طالبين منها انها تدخل ده الرعاية لحد ما تولد بما انها هي بتكون رفضة الموضوع بيعرفوها انها لما وفيتش جهزة هيطلب الطلاق منها وحياتها هتتضمر بتضطر هانتر انها توافق علشان تحافظ على الاسرة لكن وهي ماشية بتطلب خاتم الزواج والساعة علشان حاماتها تخليهم معاها وبترجع بقى علشان تجيب التليفون بتاعها لكن وهي في الاوضة بتهرب هانتر والأي بيعرف وبيحاول ان هو يفتح دوش الحمام وساعتها بيعفل الباب علشان محدش يكتشف الموضوع ده وبتمشي هانتر في الغبل واحدها ولما بتطول في الحمام بيكتشف وهروبها وبيضور ريتشارد عليها في كل مكان لكن هي بتكون على الطريب تحاول توقف اي عربية لحد ما واحد كده بيقف لها ووقت ما ايف في الشارع بتاخد شوية طراب من الارض تخليهم في جيوبها وبيتصل بها ريتشارد علشان يعرف مكانها ساعتها هي بتكلمه عن الطفل بس هو بيقطعها وبيقولها انها وحشته وان هو محتاجها ترجع تاني وانه هيرجع كل حاجة زي ما كانت وبيقولها انها مش هتقدر تعيش في الشارع وانها فشلة في كل حاجة حتى لو ما رجعتش هيفضل يطردها وبياصفها ساعتها انها نكرة للجميل اللي هو عمله معها هنا بتقفل هانتر الخط في وشه وبتكسر تليفونها علشان ما يكلمهاش تاني بتعب بقى هانتر تاكل في التراب اللي لميته في الشارع وهي بتتفرج على فيلم وكأنه فشور وبتتعب هانتر جدا وقت اكلها ولما بتفتح بتلاقي واحدة قدامها بتطلب منها الخروج من المكان وده لانها اكيد ما دفعتش فلوس بتخرج بقى هانتر تتصل بامها وبتطلب انها تروح تزورها علشان في حاجة مهمة امها بقى بتوافق انها تزورها لكن بتقولاني في ناس كتير في البيت ومفيش قوضة لها هنا هانتر بتقفل الخط في وش امها وبتوصل هانتر لبيت والدها اللي اختصب امها وخلف منها هانتر وبيكون ساعتها عامل حفلة لبنته الصغيرة بمناسبة ايد ميلادها بيكون اروين والدها مش حبيبها طبعا وبيكون عايز يعرف هي جاية ليه بتهدده هانتر انها المسؤولة وانه لو قال اي حاجة هتسود عشته وبيحكي لها بقى ابوها عن قد ايه هو تعزب في حياته وانه لما دخل السجن اتعرض للاهانة وده كان السبب انه هو عمل عملته دي بتكمل هانتر علاجها ووقتي ما هي بتاكل في مطعم في مول تجاري بتاخد العلاجة للدكتورة وصفته لها وبيكون في دم كتير في الحمام وبتخرج تمشي ولحد هنا بيخلص في المنى طبعا لو عجبك في المنى الغريب ده ما تنساش تعملينا لايك واشتراك علشان يوصلك كل جاي سلام